نبدأ حالتنا لليوم بتقرير خاص عن مسلسل ويلتأينا يلي عم بيشارك ضمن السباق الرمضاني وهو من كتابة غادة كلسم هنة ويخراج مكرم الريس أما الانتاج فلشركة مروى جروب وقناة الام تي في وطبعا برنامج بيروت حبيتواجد خلال تصوير المشاهد الأخيرة من هيدا العمل فتعوا معنا بداية حتى نشوف كاتبت العمل شو خبرتنا أكتر عن هيدا المسلسل بدنا نقللون أنه هيدا العمل مش بس توصيف للمشهد الاجتماعي اللي احنا كلنا عم نعاني منه هو طرح حل معين يعني أنا حبيت من خلال هيدا العمل أول للعالم في مجالة تغيير وفي كل واحد من منطلق الموقع تبعه أو من منطلق شغله قادر يغير فبس أنا عم بدعي العالم إذا بدك من خلال هيدا العمل أنه نعلي الصوت بركي منروح على بلد كلنا منحلم فيه أما بالنسبة للمخرج فهيك خبرنا بعتقد رح يشوفوا شي جديد من التركيبة من المستين عا بلعبوا بطريقة جديدة من طريقة الكتابة من الوقعية الموجودة وأنا اشتغلت كمان بطريقة هيك معاصرة يعني كتير كان فيه موضرن الخبرية وكانت تركيبة حلوة يعني وقردي المسلسل محبوكي القصة بطريقة كتير حلوة فإن شاء الله يا ربي تكون عن تحس نظنه ومعد ما سمعنا الكتبة والمخرج وخبرونا عن هيدا العمل حبينا ننتقل عند الممثلين حتى نشوف كل واحد منهم شو الشخصية يلي رح يجسدها بهيدا المسلسل وبدأنا مع البطل ميشيل حوراني برأيكم شو خبرنا يعني اللي جذبني أول شي القصة والقصة بتحكي كتير وقعنا وهالتاريخ تبعنا التاريخ المعاصر عم نحكي البلد والتركيب السياسي والمنظومة الفاسدة اللي حكمتنا مجد ابن وزير بالحكومة ولكن مجد هو حدا منه راضي عن أداء أهله وعن هالقرس السياسي متمرد ثائر ناطر اللحظة لأنه يطلع من توب أهله بيلتقي بحلة التي هي من عائلة سياسية مختلفة بالنهج السياسي بيصير في قصة حب وهالقصة الحب عندها صعوبات كتيرة لأنه في صراع كبير بين هالعائلتين المسلسل جايقول بطياته ودخلوا أنه خلينا نكون نحرر فكرنا ونعرف نختار الأشخاص المناسبين لنخلق فعلاً وطن بيليق فينا ودولة بتليق فينا عكس كل سنين اللي عشنيها وطبعاً من بعد ما استمعنا عم ميشيل حوراني حبينا ننتقل عند رولة الشامية المعروفة دايماً بتجسيدها للأدوار المهضومة والطريفة مثله فبرأيكم هذه المرة كيف رح نشوفها؟ شخصية مهضومة كتير متل ما قلتي اسمها دونيز هي باية فرنساوية أمة لبنانية عندها قضية كتير مهمة أنه هي بتحب كتير لبنان بس ما فيها تجي تعيش هون لأنه بدها فيزا وبتعرفوا أنه الأمة اللبنانية ما فيها تجنس أولادها فبتضطر أنها تسيفر على فرنسا وترجع تجي بس تقعد ثلاثة شهر لترجع تظهر وتجدد الفيزا تبعا فبصير معها أحداث هون ما رح أحرق كتير القصة وبس أنه بالآخر بتصير مبسوطة ومرتاحة يعني وحلق خلينا نشوف باية الممثلين شو خبرونا عن أدوارهم؟ إيران قصطبة هذا المسلسل عندها نقمة كتير كبيرة من الناس اللي هجروا وتركوا وفلوا ولكن حب عائلتها أو جوزة لهيدا للوطن وإيمانه فيه هي اللي خليها ترجع بالوقت اللي هي منة لا مقتنعة ولا مقامنة مثل ما في كتير ناس عايشين بره ومش مقتنعين ومش مقامنين أنه يرجعوا مش لح يحبون الناس بصراحة يعني مش لح يستسيغوها بس هي شخصية موجودة وبكل مفصل من البلد ممكن تشوفي هيك شخصية أنا عم بلعب دور الوزير اللي هو نظير بك اللي هو يرمز إذا الفساد بالمسلسل شخصية عودتوا عليها أكيد القوية شخصية قوية بس شوي هيك مميزة لأنه عندها شعطة في عندها شوية هضامة عندها شوية جنون غريبة أول مرة بالعباد الشخصية صراحة أول شغلة حقلب الطاولة حتشوفي ببداية المسلسل شي من النص وطلوع حقلب كل الطاولة الفكرة أنه نحنا بلبنان كل واحد مننا يقلب من الخير من الشر للخير يعني كل واحد مننا بيقدر يقلب عيدا الشي بس ما حد عم بيقدر ينقل طريق طبعه يعرفتين؟ فبيعيد المسلسل بالذات لأول مرة أنا بالنسبة لإله عشان ما نحرق الأحداث حتقلب الطاولة من نص المسلسل لآخره حتشوفي إنسان من إله شخصية بتصور رح يتوددوا للناس رح يحبوها كتير لأنه رح تفشل لهم خلقهم شخصية أحمد هو شاب مسلم متزوج إمرأة مسيحية مصر على العيش المشترك مصر على الوطنية مصر على أنه يكمل انتقامه للي ظهروا من بلده بطريقة قصرية أو ليحمي حاله بمطرح معين وبيبلش الشغل معه من بلد اللي بيكون عايش فيه ينطلق من فرنسا لأنه بعدين يرجع للبنان وتصير الانتفاضة اللي لازم تصير بها البلد اللي لازم نشوفها حقيقة بالتغيير وبالكلام وبالفعل وكل واحد فيه يعمل شي ما حدا يكب بعدين يقول مش قادر يعمل شي لأنه احنا وصلنا لمطرح خلص كافينا من اللي عم بصير فينا اشتركوا في القناة